قصتنا النهاردة عن سلوة تخرجت من الجامعة نزلت واشتغلت وطبعا نزلت سوق العمل فتعودت ان هي تبقى خلاص بقى من زمان ما بتقولش الجزء غير حاضر ونعم معينها متعلمة وبتشتغل وكويسة واحتكت بناس كتير لحد ما لغى شخصيتها عمل لها مشاكل كتير السلوة هي مخطوبة كانت بتخاف على زعله بتخاف ان الموضوع يبوز لدرجة انه في مرة زقها في الشارع رمالها ورق شغلها عشان شاف زميلها في الشغل بيسألها على الساعة كام فضلت المعاملة دي بعد الجوازة كملت بس هي كان بتخاف تحكي لأهلها فبقى كل شوية يقول لها ايه هطلقك هسيبك هاخد منك العيال في مرة حكم عليها ان هي تجيب جزمته وتضرب نفسها بيها عشان ترضي عشت معاه زل ومهنة بقت بقى ايه حامتها بتدخل في حياتها وبتحاول دايما انها توقع بينها وبين جوزها بس مع الوقت سلوة اتعلمتها تتجرق بتجمد على جوزها بعد ما فاض بيها ها كانت النتيجة ان هو قال لها مش عايزك انت والعيال سابها في بيت اهلها فترة كبيرة اهلها غصبوها ان هي ترجع تاني عشان ولدها رغم كده فضلت ما قاطع عائلتها بعد ما رجعوا لحد ما باباها ماتوا وغضبان عليه فسلوة قطعت مامته قلت قزيتها كتير وضيقتها كتير جوزها دلوقتي بيحاول يكبرها انها تزور مامته وتودها حطت معاملته لسلوة في كفة وانها تروح تزور مامته في كفة تاني بس هي مش قادرة واهلها بيخصبوا عليها كمان عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسرية والاجتماعية عشان نشوف هنعمل ايه مسأل فولي دك مسأل وردي اخبارك ايه الحمد لله كله تمام ايه رأيك في قصة النهاردة قصة النهاردة حطيت عليها طبعا سبوتات زي ما بعمل في القصص مع حضرتك كل حاجة منها فيها دروس يتعلموها الناس اللي هي متجوزين او المقبلين على الزواج اول حاجة حضرتك تذكرتها دلوقتي فترة الخطوبة وان هي كانت خايفة على زعل ورغم انه هو زقها في الشارع وعمل معاها يعني دي افعال ما تتعملش حتى فترة ولا في الجواز ولا في الخطوبة في الخطوبة بيقولك بيتطلع احلى ما فيه اه عشان كده بنقول يا جماعة اللي انتوا هتشوفوا في فترة الخطوبة حاجتين الشيء الايجابي هيحصل بعد الجواز النص اللي انت بتشوفه حلو هيحصل نصه الربع اه وممكن الربع اللي انت بتشوفه وحش هيحصل بعد الجواز اضرب في عشر شمعنى بقى شمعنى يا اخوة اللي الوحش بكسر عشان اللي عمل وحش قبل الجواز هينطلق بعد الجواز لانه خلاص اصبح رابطها واصبح مسكها بالرباط الزوجية وانه هي ما تقدرش تخرج عن طوع والكلام ده كله في المجتمعات الشرقية بتاعتنا فبيقدر انه هو ينطلق ويتمكن بقى منها براحته فعشان كده بنقول اللي انت هتشوفه سيء او اللي انت هتشوفه سيء هتضربه في عشر طب انت النهار ده شفتي ساعة الخطوبة انه هو بيعمل معاك هذه الافعال ده كان لازم ان انت تتوقفي معاه وتعملي واقفة خاصة لانه هي رجعت قالت في اخر القصة انها لما رجعت لباباها باباها كان بقى مريض بس لو كان جال وهو في صحته كان عارف يتعامل معاه كويس ده معنى ايه ده معنى انه هو لما كان في صحته هي معنى تلوش كان ممكن ساعتها يعرف ياخد لك الموقف ياخد لك حقك ما اللي بتقولك هو دايما نسيت بتقولك عشان مشاكل ما تكبرش طب ما هو فيه اكبر من واحدة يقول لها حط الحزاء والشوز بتاعتي فوق راسك ويدرابها ويشتمها ما هو كده اصلا كبرت فانا باستغرب انها كانت خايفة المشاكل تكبر هو مريض اه طبعا عنده ده كده يعني بصح نرجسي لا النرجسي حاجة تاني النرجسي ما بيعملش كده ده اكتر من نرجسي السادي والسادي احنا هنا محاديش محاديش يقرنه فقط بالعلاقة الزوجية لا السادي هو شخص بيعمل للسيطرة على الاخرين وإزائهم وبيتلزز بإزاء الاخرين بتلزز بانه هم يكونوا مزدولين قدام ولو خرجوا عن طوعة وخرجوا عن هذا الامر هو ساعتها بيطلعهم بقى هو معتقد دي جنته